اطلع مجلس ادارة مصرف البحرين المركزي على تقرير الاداء للمصرف والتطورات في القطاع المالي للربع الرابع لعام 2022 كما اطلع المجلس على تطور العمل في تنفيذ استراتيجية قطاع الخدمات المالية حيث اكد ان تعديل وكالة ساندرد اند بورز للنظرة المستقبلية لمملكة البحرين من مستقرة الى ايجابية جاء نتيجة للتطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مملكة البحرين كما اطلع المجلس على اهم التطورات النقدية والمصرفية خلال الاشهر الماضية وقد عبر المجلس عن ارتياحه الى هذه التطورات الايجابية التي شهدها القطاع المالي خلال هذا العام والتي تعكس السياسات والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الموقرة لمواجهة الاثار المترتبة على جائحة كورونا وعودة النشاط الاقتصادي الى مستويات ما قبل الجائحة اشتركوا في القناة